هكذا يبدو المشهد العسكري في الظالع المعارك تشتد عنفا والمقاومة الشعبية تدفع بقواتها لتخليص المحافظة من قبضة الميليشيا والمخلوع في هذه المناطق يسعى الحوثيون إلى تحقيق أي تقدم في حين أن المقاومة الشعبية مستمرة في منع أي تقدم للميليشيا خارج المناطق التي تسيطر عليها المعارك الأخيرة في الظالع تركزت في مقاومة الشعبية في منطقة نجد القرين الواقعة بين العرفاف ويعيس التي تعد الجبهة الأكثر اشتعالا منذ أشهر تعرضت الميليشيا فيها لخسائر كبيرة وفقا لما أوردته المصادر الميدانية هنا الغطاء الجوي للتحالف العربي كان حاضرا في المعارك الأخيرة حيث دمرت الطائرات آليات عسكرية وتجمعات للميليشيا والمخلوع في مناطق المواجهات وهو ما جعل الميليشيا تلجأ لنشر قناصة على رأس جبل اتهامي الواقع بين العرفاف ويعيس لاستهداف أفراد المقاومة الشعبية في المواقع القريبة من الجبل ولعل المعطيات القادمة من الجبهات تؤكد أن الميليشيا فشلت كما في السابق من التقدم رغم الهجمات التي تشنها في مناطق مختلفة في الظالع خاصة في يعيس والعرفاف ودم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر